اهلا وسهلا بكم من جديد ورجعنا لكم تاني النهاردة طبعا زي ما قلنا عيد الام بس انا جايب لكم مفاجأة كميلة جدا حد معروف جدا في مجال الصحة النفسية علشان طبعا نكمل حياتنا بسعادة مهتمين ان احنا نرفع البطارية شوية بتاعة السعادة عن طريق الصحة النفسية معايا ومعاياكم النهاردة دكتور ايا العاصي اهلا وسهلا بك من ورانا اهلا بك دكتور ايا العاصي اخصاء الصحة النفسية وحد من فعلا من المميزين في مجاله وحد بيهتم دايما بحضور اي شيء يقدم افادة للمجتمع واي شيء يقدم افادة للصحة النفسية ده من حبها في المجال بتاعها ومن حبها في ان هي تقدر تقدم فعلا حاجة في مجال الصحة النفسية اهتمامها بالاطفال وطريقة تعاملها معاهم حاجة طبعا من فوق الرائعة مهتمة جدا بالاطفال وبتتعامل معاهم كلهم لكنهم ولادها بالضبط حبها النهاردة طبعا ان هي تتواصل معنا بخصوص موضوع كلنا بنهتم به موضوع ازاي ان احنا نرفع الوعي بتاعنا ازاي ان احنا نقوي الطاقة الايجابية بتاعتنا ازاي ان احنا نقدر نقدم اقصى افادة في المجال بتاعنا فانصح المهتمين بالمجال بتاع الصحة النفسية والامهات طبعا لان هي مقدم لهم النهاردة بومبونية كده جميلة اه فخلونا كده نرحب باستاذا ايه ازاي كي دكتور الحمد لله منورونا النهاردة في اول حلقة من حلقات اسعد قلبك مع الشازلي جلسة فاتفاضة النهاردة هتكون ما بينهم وبين بعض حابيني النهاردة ان احنا نتكلم عن طبعا نحب نبتدي بالام ولا تحب نبتدي بالاجواء اللي احنا فيها تحب نبتدي بايه لازم بس قبل اي حاجة اقول لكل ام كل سنة وانتي بخير ولكل مدرسة كانت بتدرس لاطفال وهي مش ام انتي ربيتي الاف الطلبة فكل سنة وانتي بخير وفي نعمة وبعدين بقى ممكن نتكلم في الحضرتك عايزة وكان اهم حاجة بس ان احنا لازم النهاردة نقول لهم كل سنة وهم طيبين كل سنة وحضرتك طيبة وانتي بنورونا النهاردة وليك معنا مفاجأة على فكرة ان شاء الله لما نخلص الفكرة بتاعتنا ان شاء الله جلسة فاتفاضة طبعا هي ان شاء الله فيه تعامل ما بيننا وما بينها في السيزون الجديد بتاعنا في اسعد قلبك مع الشازلي بنوعاتكم وانتوعاتكم دكتوري عايزة ان هي ان شاء الله تكون معنا متواصلة خلال كل حلقة من حلقتنا وغير كده كمان الارقام تاعة الدكتوري عايزة تنزل في الفترة اللي هي في الفواصل وموجودة معنا كمان دلوقتي مع شاشة ايه اي حد يحب يتواصل معاها فطبعا في العوقات اللي هي هتكون مناسبة لها هتقدر ان هي تقدم لكم طبعا النصايح اللي انتم محتاجينها علشان تكملوا حياتكم بسعادة دكتوري عايزة حضرتك شايفة ايه في الوضع الحالي اللي احنا بنعيشه طبعا ايه الايجابيات وايه السلبيات اللي انتم شايفة ان احنا ممكن نطور من الايجابيات بتاعتنا فيها وايه السلبيات اللي احنا ممكن نتقطع عنها والله يا دكتور هو من وقع الظروف اللي احنا عايشين فيها وحتى من وقع الاستشارات النفسية اللي جات في الفترة الاخيرة ان احنا اغلب المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا بتتكون رجع الاربع اثباب رئيسية اول حاجة ان احنا دايما مش عارفين إحنا عايزين إيه مش محققين الهدف اللي إحنا عايزين ومش محققين إحنا مفروض يكون إيه أولوياتنا إحنا حتى مش بنساعد نفسنا إن إحنا نزود من معلوماتنا علشان نقدر نعيش بشكل أفضل سواء المعلومات الحياة عموما أو معلومات الشغل الحاجة الثانية إن إحنا بنبقى متوقعين سقف توقعات عالي قوي للناس اللي قدامنا فدجلن بنبقى حققين حققين حاجة عالي قوي فبنتصدر الحاجة الثالثة إن إحنا غصبا عننا بنتجه بتفكيرنا دايما للتفكير السلبي أو إن إحنا ما بنقدرش نكون إيجابيين أو إن بيكون فيه نظرة تشاؤمية للأحداث وإنا حقيقي النقطة دي بحس إن هي من أهم الحاجات اللي ممكن تكون عاملان لنا مشكلة في حياتنا في الحياة الزوجية في الحياة العملية في الحياة العامة إحنا بنبقى شايفين دايما الوحش وبنشوفش الحلو أنا حاسس إن إحنا أوقات كمان بنسبق الأحداث يعني الأم مثلا بتبقى منتظر أن أولادها يقدموا لها مثلا هدية أو حاجة معنوية حتى فما بتنتظرش للوقت اللي هما يبدروا فيها بالموضوع ده لا بتسبق أنتو ما عملتوش كذا أنتو ما قدمتوش كذا مع إن لو كانت يعني انتظرت شوية كانت ممكن يتحقق لها الموضوع وخصوصا في الفترة اللي إحنا فيها مع انتشار فيروس الكورونا الروح المعنوية أو النظرة اللي فيها أمل أو التفكير الإيجابي انخفض عند معظم الناس الناس بقيت بتفكر بقى فكار تشاؤمية بقيت بتفكر إنها زعلانا لدرجة إن أنا لما طلعت في محاضرة أونلاين كنت بقولهم يا جماعة يعني حتى الابتلاء بتاع فيروس الكورونا ده ليه فوايد ناس كتيرا جدا استغرابت يعني وفي حاجة اسمها الفوايد أوه يا جماعة كل ابتلاء بيجي لنا وصادوا حاجة حلوة وراء كل محنة منحة ربنا سبحانه وتعالى بيديها لنا طبعا فلو أنا دلوقتي الناس سايبة أشغلها وفعلا الناس متضررة على الصعيد المادي وما بتقدرش تخرج ما بتقدرش تتفسح ما بتقدرش تقضي مشاورها محرومة من التواصل إذا كان الولاد بيحبوا يقعدوا على القهوة أو البيان بيحبوا يتجمعوا أو الزيارات العائلية فدي كلها أثبات تخليك تكون فعلا متضايق بس علشان نحول تفكيرنا من تفكير إيجابي سوري من تفكير سلبي لتفكير إيجابي لازم نكون مؤمنين بالتغيير أكيد وعلشان نتغير إحنا بنحتاج حاجتين يحصلون لنا يا إما حاجة تحصل لنا إن نكون إحنا شايفين إن إحنا ما نستحقش إن إحنا نشوف حاجة وحشة تحصل فنبقى إحنا مضطرين إن إحنا نتغير أو علشان إحنا نفسنا في حاجة مش عارفين نوصل لها فنفكر إن إحنا نتغير طيب في الظروف اللي إحنا فيها دلوقتي أيها دكتور قلنا بقى الخطوات يعني إحنا حضرتك قلنا الخطوات اللي نمشي عليها أو اللي إنتي شايفاه إن إحنا نقدر نقدمه وإحنا حنمشي وراكي خطوة خطوة أول حاجة علشان أقدر أحول التفكير من تفكير سلبي لتفكير إيجابي إن أنا لازم أكون عندي نظرة إيجابية في الموضوع لازم أشوف الحكمة ورا الموقف اللي حصل لي حتى في الفقد فقد عزيز أو فقد شغل في حكمة لازم أبص عليها بعيني وحول الموضوع من تفكير سلبي لتفكير إيجابي طيب تعالين إيس الكلام ده على الموضع اللي إحنا فيه دلوقتي وضع فيروس الكورونا والقلق والزعر اللي موجود في مصر وفي العالم كله أكيد سبحان الله قبل ظهور فيروس الكورونا كانت معظم الناس بتصدر الصورة السلبية لبعض بشكل رهيب وهم مش حاسين لما بنقعد قاعدة بنشتكي من الشغل المزهقنا الشغل مش عاجبنا الروتين الحياة مدايقنا ما كناش بنحس بإن يومنا العادي ده البسيط اللي هو فيه صحيان بدري وأروح الشغل أفطر وبعدين أرجع بيتي أقضي مشاويري أنزل ده سبحان الله ده نعمة ده نعمة من عند ربنا الكورونا لما جت خلتنا نبدأ نشوف الحياة العادية اللي كنا بنتملل منها طول الوقت على أنها كانت نعمة أو أنها كانت حاجة حلوة في حياتنا الكورونا خلتنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى رجعنا ندعي تاني رجعنا نصلي بانتظام رجعنا نستغفر رجعنا نسبح طول ما إحنا قاعدين رجعنا تاني نقول يا رب نجينا يا رب إن شاء الله الكورونا حسيتنا بالبلحنين والحاجتنا للتواصل كام حد النهاردة نفسه يروح عند والدته أو عند حد غالي بالنسبة له عشان يقوله كل سنة وأنت طيب ويتلمم على لمة العيلة ومش عارف من أبشع الحاجات اللي ممكن نعملها في نفسنا كنفس بشرية هي إلاف النعمة إن إحنا نبقى شايفين إن كل حاجة في حياتنا عادي طب جالك بقى الحاجة اللي هتخليك تتغير فورس جابري تغيير جابري هتتغير فأنت هتشوف الحاجة اللي كانت مفتقدها حاجة تانية كمان غير الحاجات اللي إحنا كنا محرومين منها دي الكورونا لما جت رجعت الناس لأماكنها الطبعية أيوة فعلا اللي إحنا ملاحظين من خلال الفترة دي ابتدت الناس يعني ابتدى فعلا الأطباء والدكاترة والناس حتى اللي بتشتغل والناس والمدرسين بدوا يرجعوا تاني وطبعا جنودنا على الحدود والجيش والشرطة الله يحميهم ربنا يحفظهم ويحميهم طبعا دول ابتدت فعلا كل واحد ابتدى ياخد موقعه أو موضوعه الحقيقي وده اللي كان مش موجود يعني من شهر أو شهرين بس كنا بنعاني أن الناس اللي بتقدم اللاشئ هي اللي قادرة توصل والناس دي مش وصلت لحد لما جاء الوقت أن فعلا لازم نقول فيه شكرا لكل حد ساعد أنه يحمي البلد في الظروف دي نحن كمان بنشكرك دكتورة آية طبعا جلسة فتفضة وحيكون معادها وعانا أسبوعيا حنطل عليكم أسبوعيا ونشكر حضرتك وحبين أن احنا برنامج أسعد قلبك مع الشازلي حبين أن احنا بمناسبة عيد الأم بنقدم لحضرتك هدية شكرا جدا شكرا لحضرتك شكرا للبرنامج نوارتين دكتورة آية مش عارفة أقول لكم إيه غير شكرا أن أنتو النهاردة رسمتوا بسمة على وشوش الناس في الظروف اللي احنا فيها دي إن شاء الله دايما نشكر دكتورة آية ونشكر سيدة المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم تاني بفكرة جميلة استنونا